مرحبا مساء الخير سنستمر اليوم في سلسلة المحاضرات التي كنت قد بدأتها حول سبينوزا والتي كان الغرض منها الانتقال من كتابات سبينوزا في السياسة واللاهوت إلى كتابات هيجل الشاب عن اللاهوت والتاريخ سنصل اليوم تقريبا إلى المحاضرة التي سننتقل من خلالها إلى مشكلة اللاهوت والسياسة في كتابات هيجل الشاب وهذه المحاضرة ستكون بمثابة ختام لكل ما قيل عن سبينوزا وكذلك ستمكننا هذه المحاضرة من التقديم لكتابات هيجل الشاب أي لمشكلة السياسة والتاريخ في كتابات هيجل اللهوتية واخترتك عنوان لهذه المحاضرة هو مفهوم الاستلاب عند سبينوزا طبعا هو مفهوم قلم اهتم البحث به في كتابات سبينوزا وهدفي هنا هو أن أبرز مدى حضور هذا المفهوم أي مفهوم الاستلاب في فكر سبينوزا إذن أنا أفترض أن لهذا المفهوم مركزيته الحاسمة في نقد سبينوزا للهوت وللسياسة في كتابه تراكتاتوس وكذلك في كتابه الإتقاء قد تبدو هذه الفرضية غريبة نوعا ما عن فكر سبينوزا خاصة وأن تقليدا فلسفيا عريقا قد وضف سبينوزا ضد هذا المفهوم أي مفهوم الاستلاب ووضف أيضا سبينوزا ضد هيجل وأحيانا ضد ماركس والحق أن مفهوم الاستلاب أو الحياة المستلبة أو الغريبة نجده في الجزء الرابع من كتاب سبينوزا الإتقاء طبعا هنا افتح قوس كتاب الإتقاء سنخصص له دراسات ومدخل بيداغوجي يسهل قراءة هذا الكتاب بالإضافة إلى كتب أخرى في الحلقات القادمة وعنوان هذا الجزء الرابع هو التالي يعني في العبودية الإنسانية أو في قوة الانفعالات هذا هو عنوان الكتاب الرابع من الكتاب الإتقاء لسبينوزا وأيضا نجد أن مفهوم الاستلاب كان مركزيا كذلك في كتاب رسالة في اللهوت والسياسة إذن فالسؤال الذي سننطلق منه هو التالي أي شكل اتخذه هذا المفهوم إذن في الفكر سبينوزا أي شكل اتخذ مفهوم الاستلاب في فكر سبينوزا وأي دور نظري كان له في تفكير سبينوزا في السياسة واللهوت طبعا هذه هي الأسئلة التي ستوجه المداخلة الختامية بخصوص سبينوزا وكتاباته في السياسة واللهوت أي كتاب تراكتاتوس طبعا نحن رأينا أن في فكر سبينوزا يظهر الإنسان كقوة محددة بانفعال ما وموجهة بالرغبة هذا هو تعريف سبينوزا الأساسي للإنسان هذه الرغبة التي تقوم بدور المحرك للإنسان إما تمكنه من تملك موضوع تظن الروح أنه من أسباب الفرح وإما من تجنب موضوع ما تظنه الروح سببا من أسباب الحزن انتذاقا من الرغبة يتمكن الإنسان إما من الهروض من مواضيع محددة أو من التوجه نحو مواضيع محددة انتذاقا مما تظنه هذه الروح حول طبيعة أو جوهر هذا الموضوع إذن فالإنسان وعلى غيرار كل الكائنات هو مجهود يعني ليس جوهر وإنما مجهود مجهود نحو ماذا ومجهود يثابر في كينونته وهذا المجهود لا يمكن أن يفسر بغايةه بمعنى بغاية المجهود لأنه يمثل نمط الكينون الخاص بكل الأشياء النهائية يعني كل الموجودات المحكومة بالفناء تعرف أساسا باعتبارها بانطلاقا من مفهوم المثابرة أو المجهود وهذه القوة التي يتملكها الإنسان كغيره من الموجودات النهائية طبعا تقحمه في علاقة مع الأشياء الأخرى وهذه الأشياء الأخرى تقوم بممارسة فعل تحويلي على قوة هذا الإنسان في الفعل طبعا والتغيرات هذه التغيرات الناتجة عن الالتقاء الإنسان بالعالم الأشياء الخارجية هي التي تقوم أو التي تشكل المبدأ الأساسي الذي يحتكم إليه في الحكم على الموضوعات بما هي موضوعات نتخيلها قابلة لتكون سببا في سعادتنا أو سببا لحزننا لهذا السبب بالنسبة إلى سبينوزا فإننا لا نبحث عن الأشياء لأنها جيدة وإنما لأننا نراها جيدة بحكم رغبتنا بها يظهر لنا إذن أن أول عنصر في مفهوم سبينوزا للاستداب يكمن في الوهم بأن الشيء المرغوب له قيمته في ذاته يعني أنك حينما ترغب في هذا الشيء المرغوب فهذا الموضوع تكون له قيمة في ذاته طبعا هنا ينبغي لنا أن ننتبه إلى العلاقة القائمة بين مفهوم سبينوزا طبعا ومفهوم سبينوزا للاستلاب ولا يتحدث عن الاستلاب وإنما يتحدث عن العبودية الإنسانية قريب جدا من مفهوم باسكال والتشابه المنهجي القائم بين سبينوزا يكمن في أن لا الأول ولا الثاني لا سبينوزا ولا باسكال انطلق من الجوهر الإنساني الصوري ليصل إلى الطريقة التي ينحط فيها الإنسان وجوديا ولكنهما انطلق من تطوير مفهوم الجوهر الحالي معنى انطلق من تحديد الشروط التي بإمكانها أن تفسر كيف يخضع الإنسان بالضرورة للعواطف وكيف يسير وفق مصار طبيعة الأشياء ويتكيف معه اتخذ مفهوم الاستلاب عند سبينوزا شكل مفهوم العبودية الإنسانية حينما نعالج الكتاب الرابع من الإتقاء وحينما نعالج كتابات سبينوزا فيما يسميه العبودية الإنسانية بمعنى الخضوع لسلطة المستبد والقص ولسلطة العواطف الحزينة نكون أمام الشكل الذي اتخذه مفهوم الاستلاب في كتابات سبينوزا طبعا عند باسكال يسمي الشكل الذي يتخذه مفهوم الاستلاب هو مفهوم ديفرتسمان مفهوم تسلية إذن قلنا أن أول عنصر من عناصر مفهوم الاستلاب عند سبينوزا يكمن في الوهم بأن الشيء المرغوب له قيمته في ذاته وهذا العنصر يفترض عنصرا آخر ونعني هنا الحالة التي يظهر فيها الإنسان وهو يعتني بعبوديته الإنسانية يعني أن يتخذ عنصرا آخر مفهوم الاستلاب عند سبينوزا له خاصيتين ما يعرف الاستلاب عند سبينوزا له خاصيتين خاصية الأولى هو قناع حينما يقتنع الإنسان بأنه حينما يرغب بموضوع معين مثلا موضوع ألف فهو يفترض حينما يفترض بأن الموضوع ألف له قيمته في ذاته هنا يكون طبعا هذا أول عنصر من عناصر الاستلاب والعنصر الثاني هو الحالة التي يظهر فيها الإنسان وهو يعتني بعبوديته أي معنى الاعتناء بخضوعه للسيد للمستبيد للقص وللعواطف الحزينة مثلا في حالة البخيل الذي لا يهتمه إلا بزيادة ما يجمعه من مال إلى آخره هنا يكون يعني مجهود هذا الإنسان أو مجهود هؤلاء البشر المستلفين بالنسبة إلى سبينوزا في البقاء قد انزاح عن تحول عوض أن يكون مجهودا متجها أساسا نحوهم ونحو بقائهم يكون هذا المجهود هذه المفابرة قد انزاحت من البقاء إلى موضوع آخر غريب عنهم وانطلاقا من هذا المعنى يكون الإنسان مستلبا عند سبينوزا مستلبا بمعنى أنه يعيش الحالة التي كان يسميها سبينوزا العبودية الإنسانية معنى تنزاح طاقة الإنسان في هذه الحالة في الحياة من ذاته عوض أن تكون طاقته في الحياة مستقرة في ذاته تنزاح من الذات تغادر الذات لتستقر على موضوعات غريبة عن هذه الذات هذه الحالة يسميها سبينوزا العبودية الإنسانية وهي الشكل التاريخي الذي سيتخذه مفهوم الاستداب في فلسفة سبينوزا إذن الحالة التي يظهر فيها الإنسان وهو يعتني بأفكار وانفعالات ما عرفناه في المحاضرات السابقة بالنمط الأول والنمط الثاني من المعرفة هي ما يسمى هذا سبينوزا بمفهوم الاستداب أو بمفهوم العبودية الإنسانية أختم بهذا المفهوم مفهوم الاستداب لأن أريد لهذا المفهوم أن يكون مدخلا لدراسة كتابات هيكل الشاب اللاهوتية ثم تانيا لتوضيح أن مفهوم الاستلاب لم يظهر فقط مع هيكل أن اللاهوت أصول تاريخية وفلسفية عميقة في التجذب وكذلك أريد أن أشير إلى نقطة أخرى وهي أنه قل ما ننتبه إليها وهي أهمية سبينوزا ليس فقط بالنسبة إلى عصره وإنما أيضا من أجل دراسة الفلسفة الألمانية المثالية وفلسفة ماركس دون الانطلاق من سبينوزا دون دراسة جادة للإتقاء ورسالة في اللاهوت والسياسة ولكتابات سبينوزا رسالة في السياسة وكتابات الأخرى إصلاح الفهم البشري وغيرها من الكتابات لا يمكننا أن نستوعب أو أن ندرس بشكل جدي الفلسفة الألمانية المثالية المولية والتي تعتبر مصدرا رئيسيا من مصادر الماركسية وهنا طبعا سأنتقل إلى الكتاب إلى الموضوع التي ستشكل في هذه المحاضرة نقطة الانتقال من مشكلة بينوزا إلى مشكلة هيجل الشاب ومشكلة الفلسفة الألمانية التأمولية وهذا الكتاب هو كتاب للشاعر الألماني الروماني والتقدمي Heinrich Hein وعنوانه هو تاريخ الدين والفلسفة في ألمانيا الإسلامية للمسالة الإسلامية الإسلامية التي سأعتمد عليها في هذه المحاضرة هي الطبعة الإسلامية الصادرة السنة ألف وثمائة وثلاثة وثلاثة وثلاثين إذن هذا الكتاب سيمكننا كتاب Heinrich Hein هو مشحون بحكم أن هينري شاين كان تلميدا متحمسا لهيغل في ألمانيا فهذا الكتاب فيه شحنة هيغلية قوية وسيمثل بالنسبة إلينا كذلك خاصة وأن الكاتب هينري شاين قارئ أيضا وعارف بسبينوزا سيمكننا هذا الكتاب من وضع نقطة نستطيع من خلالها أن ننتقل من مشكلة السياسة واللهوت عند سبينوزا إلى مشكلة السياسة والتاريخ واللهوت عند هيغل وفي الفلسفة الألمانية التأمونية قبل ذلك علينا أن نجيب عن سؤال يخص الدور والتأثير الذي مارسته السبينوزية في تكوين الفلسفة الألمانية الميتالية في كتابه تاريخ الدين والفلسفة في ألمانيا حاول هينري شاين عرض أهم محطات تطور الفكر الديني والفلسفة في ألمانيا كان هين تلميدا لهيغل وبقي كذلك على النقيض من مارك وهذا الكتاب تاريخ الدين والفلسفة في ألمانيا شكل تطبيقا مكتفا لنظرية هيغل في التاريخ حول موضوعات الفكر الديني والفلسفة في ألمانيا في الجزء الأول من الكتاب يعالي جهاين ما يسميه بالدين الألماني أي المسيحية طارحا التساؤل التالي ما هي المسيحية؟ أو ما هو جوهر الدين المسيحي؟ وكيف تحول هذا الدين إلى الكاثوليكية الرومانية؟ وكيف أنتجت هذه الكاثوليكية الرومانية البروتستانتية؟ وكيف ظهرت الفلسفة الألمانية من رحم الإصلاح الديني البروتستانتي؟ هذه هي التساؤلات الكبرى التي حاول أن يجيب عنها حاول أن يجيب عنها هين ريش هين في كتابه تاريخ الدين والفلسفة في ألمانيا مستندا كما سبق وأنذكرنا إلى أعمال هيغل واضح إذن من خلال ما قاله من خلال أطروحة الكتاب إذن وجود علاقة وطيدة بين تاريخ الدين وتاريخ الفلسفة في ألمانيا وهذا ما يفسر موضوع الكتاب وأطروحة الكتاب وينطلق هين من الفرادية التالية بخصوص المسيحية يقول أن المسيحية هي فكرة ولأنها كذلك فهي خالدة وغير قابلة للنقد هنا نرى شبح المثالية الأفلاطونية ومن هنا كذلك نرى نقده للمؤرخين الذين حاولوا كتابة تاريخ للمسيحية انطلاقا من مظاهرها الخارجية وكتابة تاريخ للمسيحية حسب هين لا بد له أن يبدأ من القرون الأولى بعد ميلاد المسيح أنا سينطلق من تاريخ ظهور المانوية والغنوصية فالمانوية والغنوصية لا يختلفان حسب هين لنظر تشابه المبادئ العامة الموجهة للديانتين هناك تشابه ما بين الديانتين كالقول مثلا فيما يخص القول بمبدأ الصراع بين الخير والشر كان إذن تأثر المانوية بهذا المبدأ راجع إلى تأثر الديانة الفارسية تأثير الديانة الفارسية حيث أرموز ما يرموز إلى النور في صراع مستمر مع أريمان أي ما يرموز كل ما يرموز إلى الظلام أما الغنوصية فتقول بأسبقية الخير وأن الشار فهو يتكون فيما بعد من هنا فكرة أنه كلما اتعادنا عن الأصل اقتربنا من الشار ومن خلال الديانتين معا ستظهر الأفكار التالية أول فكرة هي مبدأ ما يسمى مبدأ التجسيد الإلهي المبدأ الثاني يخص احتقار وإماتة الجسد بمعنى أن الروح لها قيمة أسمى من الجسد ثم المبدأ الثالث هو التأمل الروحي وذاتي والمبدأ الرابع هو الحياة الرهبانية الزاهدة والتأملية وهذه المبادئ هي التي تشكل حسب هينريش هين جوهر المسيحية لأن سيتخذ مبدأ الصراع بين الخير والشر في المسيحية شكل الصراع بين المسيح الخير الصالح من جهة والشيطان بين عالم الروح وعالم المادة وبين كذلك عالم الروح ومجموع عوالم أو مجموع الظواهر الطبيعية من هنا ضرورة التخلي عن كل الأفراح الحسية والجسدية لترتفع الروح لعوالم الخلود ويقول هين أن هذه الفكرة فكرة أن الروح لها قيمة أسمى من الجسد قد انتشرت وكأنها وباء على امتداد كل العصر الوسيط ويحكي الكثير من القصص هنا التي لها رمزيتها فيما يقص علاقة الإنسان المسيحي في العصر الوسيط مع الظواهر الطبيعية كقصة لغوشينيون دوبال هذا الطائر الذي سيدخل سيكون هناك مجموعة من اللاهوتيين يتحدثون في قضايا اللاهوت ويتناقشون حول قضايا سانتو ماداكان فسألة سيأتي الطائر الذي سيبدأ بغناء أنشودة جميلة جدا ستسحر يعني ستعجب كثيرا اللاهوتين الذين كانوا يتناقشون في الدين وفي اللاهوت وفي الفلسفة وعوض أن يعجبوا بهذا الغناء إلى آخره سيظنون أنه الشيطان أتى لمعنى لكي لا يجعلهم يعني يستمرون في النقاش الديني واللهوتي الجدي يعني هنا خلال هذه الحكاية يعني يحاول حاول هاينريش هاين أن يوضح مدى يعني كيف كانت الطبيعة مشيطنة داخل في التصور المسيحي الوسيط للظواهر الطبيعية ولكن يقر هاينريش هاين من أجل فهم الأدب الرومانسي الجديد يؤكد على ضرورة معالجة المعتقدات الشعبية الألمانية وهي معتقدات بالنسبة إليه لا تتماثل مع المعتقدات التي كانت سائدة في أوروبا على امتداد العصر الوسيط فالمعتقدات الشعبية خاصة المعتقدات الشعبية التي كانت في الشمال الجرماني كانت أساسا مؤمنة بمبدأ لبانتييس يعني وحدة الوجود إذا قررنا ما بين مبدأ وحدة الوجود وما بين فكرة المسيحية القائمة على أسبقية أفضلية الروح على الجسد وعلى شيطنة الظواهر الطبيعية سنجد أن هناك تناقض في حالة البانتييس في حالة الإيمان بمبدأ وحدة الوجود يكون العالم مقدس كل ما تعبر أو كل ما يخرج من الطبيعة أو كل ما يظهر في الطبيعة هو الشكل من أشكال التعبير عن القدرة الإلهية يعني العالم في حالة مبدأ الوجود هو عالم ديفينيزي مؤلة في حين أن العالم في حالة الدين المسيحي وعالم وظواهره الطبيعية أيضا هي ظواهر مشيطنة وكانت إذن سرياتهم وتقوصهم تحيل إلى عناصر طبيعية إذن ومع ظهور المسيحية سيحدث الانتقال في الدين الألماني من العالم الطبيعي المقدس كما حضر في البانتييزم إلى العالم الطبيعي المشيطن في حالة المسيحية وفي هذا السياق سيهتم هين ريشعين أو يهتم هين ريشعين بما عرف في الفولكلور الشعبي الألماني والميثولوجيا الجرمانية باسم الكوبولد والكوبولد هذا سنشرحه في البداية يعني كان هذا الموجود هذا الكائن الميثولوجي الكوبولد يرتبط في دهن الناس بالروح الحامية للمنازل اسبقيده في وجهه يعني كان هذا الكوبولد روح يسكن في المنازل ويقوم بدور الحامي ضد كل من يهدد يعني الأمن والسلام الداخلي للمنازل وهو في هذا المنظر في هذا المنظر يعني يكون خير وصالح بمعنى للعائلات التي تقدم له الطقوس في منازلها ومهدد لكل العائلات التي لكل من يهدد العائلات التي تحميه لكن ومع ظهور يعني المسيحية في ألمانيا سيبدأ بالتحول تبدأ هذه الثورة الذهنية أو الثورة المتخيلة التي كانت لدى الألمان عن الكوبولد ستبدأ في التحول وسيترى تغيير في الذهنيات بخصوص الكوبول فسيصير في بعض تقاليد الفلاحين قزم أو جني يعني يهددهم بالسارقة يقول هاين بعدما انتهى من تحليل مجرد ما أن ينتهي من تحليل الكيفية التي يحضر فيها الكوبولد في الذهنيات الشعبية الألمانية ما يليل والنص موجود في صفحة تحليل تحليل كيف يحضر في الكمولد في ذنية الشعبية الألمانية ومجرد ما أنتاك كيف يحضر في الكمولد في ذنية الشعبية الكبرى بمعنى الفلاسفة كمارتن لوتر كينغ ورجال الإصلاح الديني واللاوتين وغيرهم إذن هذه المعتقدات الشعبية بالنسبة لهاين تعبر عن طبيعة الشعب الألماني ولقد كانت لقرون طويلة حاضرة وقوية على غرار الإيمان الكنسي كانت هذه المعتقدات الشعبية حضورها قوي بقدر ما كان حضور الإيمان بالكنيسة قوي أيضا ولقد ساهمت الكنيسة بالنسبة إلى هاين وشهين في تحريف الدين الشعبي الألماني هذا الدين الشعبي ساهمت في تحريفه الذي هو كان دين قائم على مبدأ وحدة الوجود وتحويله إلى اعتقاد شعبي يشيطن ظواهر الطبيعة عوضاء يقدسها إذن كانت دين الشعبي يقدس الظواهر الطبيعية صار بعد مجيء الكنيسة والدين المسيحي يؤله كانت دين الشعبي عفوا يؤله الظواهر الطبيعية من خلال مبدأ الوحدة الوجود بمجرد مجيء الكنيسة والدين الكنيسة الكاثوليكية سيبدأ الاعتقاد الشعبي في شيطنة الظواهر الطبيعية عوضاء أن يقدسها ولكن الاعتقاد الشعبي المحرف سيدون في ألمانيا أكثر من المسيحية ففي خضم الإصلاح الديني ستنهار بسرعة أعظم الاعتقادات في المعجزات الكاثوليكية دون أن ينهار معها الإيمان بالسحر والشعودة ستنهار بسرعة ستنهار بسرعة ستنهار بسرعة ستنهار Luther Luther ne croit plus aux miracles catholiques mais il croit encore aux histoires de diable ses propos dotables sont pleins de curiosité et d'histoire rapportant des maléfices de Satan de kobold et de sorcière lui même dans ses crises antérieures a cru parfois qu'il se battait avec le Dieu nous assiste en personne quand il traduisait le nouveau testament à la Vartbourg il était si souvent dérangé par le diable qu'un jour il lui jeta لنكريه لنظر و يشكتب أن يطالح لكن شكراً في المنزل إذاً نتحدث حضول حضول على نهاية وليس لم يمكن أن أبداً تتحدث لن يحصل لن بحضور لن بحضور حتى في سياقل إصلاح الديني و حتى عند لوتر في خضم الإصلاح اللوتري البروتستانتي يعني الإيمان الكاتوليكي نهار ولكن الإيمان بالمعتقدات الشعبية ظلت في الشيطان وفي الصور الشيطانية ظلت راسخة لدرجة أن هاين يحكي كيف كان لوتر نفسه يؤمن بهذه الصور الشيطانية وبهذه الأفكار التي كانت سائدة في الذهنية الشعبية الألمانية إذن لحد الآن نكون قد استوعبنا لحد ما العملية التاريخية التي أنجزتها الكاتوليكية في ألمانيا ونعني هنا تحريف الاعتقاد الشعبي في مبدأ وحدة الوجود واستبداله بالرؤية المشيطنة للطبيعة هذه الأخيرة ستستمر في الوجود في ألمانيا كما يوضح النص أكثر من الكاتوليكية في مرحلة الإصلاح الديني نفسه وحتى لوتر نفسه بقي متشبتا بقصص الشيطان والكوبولد نفسها كما أشار إلى ذلك هاين محيلا إلى نص لوتر ولم يتمكن لوتر من استيعاب أن فكرة المسيحية القائمة على القضاء على الحس والجسد كانت في تناقض صارخ مع الطبيعة الإنسانية من هنا استحالة تطبيق هذه الفكرة على الوجود على نحو كامل ومطلق ولم يستعب أيضا أن الكاتوليكية كانت بمثابة تحالف أو اتفاق بين الإله والشيطان أو بين الروح والمادة فيه ومن خلاله تتأكد قوة الروح المطلقة في النظرية كما أن المادة تؤكد حقها في ممارسة كل نشاطاتها والتي هي ممنوعة على مستوى النظرية في مجال الممارسة في النظرية إذن كانت تتأكد قوة الروح وفي الممارسة قوة المادة من هنا يحلل هاين التنازلات التي كانت تقدمها الكنيسة للمادة والجسد بل بإمكانينا القول أن المتع الحسية والجسدية كانت مربحة للكنيسة لأنها كانت تجلب لها المال أي ما كان يعرف بضريبة الخطايا إنسان بإمكاني أن يمارس الخطايا يمارس أن يستمتع بالملدات الحسية والجسدية شريطة أن يقدم ضريبة عن هذه الخطايا وهذه الضرائب كانت تثري وتغني الكنائس الكاتوليكية وهذه التجارة لم تكن فقط تجارة عابرة بل إنما كانت بالنسبة إلى هاين تعبر عن التنائية المستحكمة في الدين الكاتوليكي وهي التنائية تعبر عن هاين بالكلام التالي الروح للنظرية والمادة للممارسة إذن إذا كانت فكرة المسيحية هي القضاء على الجسد والحس وإذا كانت الكاتوليكية تقول بمبدأ الروح للنظرية والمادة للممارسة فالسؤال الذي سيطرحه هاين ومن سيطور في الإصلاح الديني النوتري في ظل الإصلاح الديني النوتري هل سيكون هذا الإصلاح انتصاراً للمادة والممارسة على حساب النظرية والروح أم سيكون انتصاراً للنظرية والروح على حساب المادة والممارسة هنا يقدم هينر شاين واحدة من تحليلاته يعني الفذة والذكية والتقيقة سنحاول أن نستمع إليه النص هذا موجود في صفحة 6070 سنحاول أن نستمع إليه نستمع إليه نستمع إليه نستمع إليه نستمع إليه نستمع إليه الفرنسيون المراحل الأولى للإصلاح الديني في ألمانيا وهذا الفهم الخاطئ ومنسب إليه ناتيج للأفكار التي قام بناشري عبوسوي في كتابي «Histoire des variations» نستمع إليه نستمع إليه نستمع إليه ومنسب إليه أن يعتمع إليه على المحاولة التي تعتمع إليه في المحاولة على المحاولة التي تعتمع إليه في المحاولة في المحاولة في المحاولة المحاولة في المحاولة في المحاولة في المحاولة في المحاولة الإصلاح الديني اللوثاري في بداية الإصلاح هو الروح بمعنى هو التصور الروحي للعالم هو الذي طار على التصور المادي في ألمانيا في سياق الإصلاح البروتستانتي وسنرى ما معنى هذا الآن إذن الحرب التي خادتها ألمانيا في ضل بدايات الإصلاح ضد الكاتوليكية هي حرب كانت تخاد حسب النص باسم الروح لماذا يؤكد هذا؟ وهنا يؤكد على الاختلاف بين حالة ألمانيا وحالة فرنسا حيث كانت الحرب هناك في فرنسا تخاد بمعنى باسم المادة بمعنى باسم الفلسفة المادية من هنا تميز النقد الألماني نقد الأدبي خاصة الألماني بالصرامة العفيفة وتميز النقد الفرنسي بالمزاح الشجاع في ألمانيا كانت السجالات اللاهوتية وفي فرنسا السخرية اللاذعة موليير وفولتير إلى آخره في السخرية اللاذعة يكون الموضوع دائما هو إظهار مدى التناقض الذي يحياه الإنسان حينما يريد أن يحياه كروح محد دائما كانت هذه الموضوع معروفة في الأدب الفرنسي من هنا كانت تزدهر الحكايات الخاصة بالرجال المتقين من الذين يقعون في شرك اللذات الجسدية رغمًا عنهم أو بالأحرى رغمًا عن رغبتهم في الحياة كروح يعني متعالية عن اللذات الجسدية والحسية مثل وكثير من الأعمال الأدبية الفرنسية تأتي في هذا السياق إذن لا نريد أن نتعمق أكثر في قضية الدين الألماني وتطوره التاريخي من الدين الشعبي القائم على وحدة الوجود إلى شيطنة الظواهر الطبيعية التي أنتجتها المسيحية الكاتوليكية ثم الإصلاح الذي كان في بدايته خاصةً وتحديداً في ألمانيا الذي كان في بدايته احتجاجاً على الكاتوليكية باسم الروح ثم الغرض الأساسي إذن لموضوعنا هو التالي علاقة سبينوزا والفلسفة الألمانية الميتالية تأملية كانت هذه الفلسفة الميتالية التأملية آخر النتائج الحاسمة للإصلاح اللوتري يعني الإصلاح الديني حسب عبارة هاين يعني بدأنا من المسيحية نحو الكاتوليكية الرومانية نحو الإصلاح الديني ثم ستظهر الفلسفة الألمانية مع ليبنيس وولف إلى آخره وولف سيكون أول سيسميه هاين أول من سيبدأ بالتفلسف باللغة الألمانية لأن ليبنيس كان يكتب باللاتينية وأحياناً يكتب ولا يكتب باللغة الألمانية ففولف يقارنه هاين بمارتن لوتر كانت هذه الفلسفة الميتالية التأملية آخر النتائج الحاسمة للإصلاح اللوتري حسب عبارة هاين إن القول بأن الفكر ليس في نهاية المطاف إلا امتداد غير مرئي في حين أن الامتداد هو الفكر المرئي هو عبارة نجدها في كتاب شيلينغ سنة 1797 وهي أيضاً أطروحة سبينوزا الأساسية في الإتقاء كما أنها أيضاً الأطروحة المركزية لفلسفة التماثل الألمانية القضية الحاسمة هنا تتعلق بمدى تأثير سبينوزا في الأشكال الثلاث التي ستتخذها الميتالية الألمانية عبر تطورها التاريخي معنى نقصد هنا الميتالية الذاتية والميتالية التأملية وميتالية المطلقة الجدلية أي ميتالية هيكل من هنا نصص هيكل، فيشت، شيلينغ وجاكوبي عن أهمية سبينوزا في تاريخ الفلسفة والقضية الأولى التي ستجعل من سبينوزا محورياً في تاريخ ألمانيا هي القضية التي عرفت ببانتيزموستخايت يعني النقاش الذي سيدور في ألمانيا إبانا سنوات 1780 حول مبدأ وحدة الوجود والذي سيكون بمثابة نقاش سيفجر يعني قطيع في تاريخ الفلسفة الألمانية التأملية سيسمي هيكل هذه الحقبة أو هذه المرحلة التي ستتميز بالنقاش حول سبينوزا وحول مبدأ وحدة الوجود بكودو تونير دونزانسيال بلو يعني ضربة رعد في سماء زرقاء وسيصفها غوتا بالانفجار في شعر شتنبر من سنة 1785 سينشر فريدريش هاين جاكوبي جاكوبي هذا كان صوفي فيلسوف صوفي سيرسل رسائل إلى موزيس ميندلسون موزيس ميندلسون هو فيلسوف وناقد لليهودية والدين ما يسمى بالكاتوليكية اليهودية يتحدث فيها عن نقاش دار بينه وبين ليسينغ جاكوبي ينشر رسائله إلى موزيس ميندلسون يتحدث في هذه الرسائل عن نقاش دار بين جاكوبي وليسينغ ذكر فيه هذا الأخير ما يلي هذا ليسينغ يعني يذكر أن جاكوبي يذكر ما قاله ليسينغ عن سبينودا يقول ليسينغ لا توجد فلسفة أخرى غير فلسفة سبينودا طبعا جاكوبي كان معارضا لهذه الرأي كان معارضا لهذا الرأي الآن هو اعتبر أن موقف سبينوزا يؤدي إلى الإلحاد سيخلق النقاش حول سبينوزا حول الإلحاد وحول مبدأ وحدة الوجود انقساما داخل الفلسفة الألمانية فمن جهة سيكون هناك طيار الأوفكليرونغ طيار الأنوار ومثلا في الفلسفة العقلانيين والتنويريين مثل ليسينغ، موزس ميندلسون، هيجل، فيشتر، ضد طيار شفير ماري معنى طيار المتصوفة والفلسفة المتدينين مثلا في فلسفة التصوف واللاعقل طبعا بقيادة عين ريش جاكوبي وفي هذه القضية، في هذه القضية، قضية سبينوزا، قضية وحدة الوجود، سيتدخل كل من غوتر، الشاعر الألماني، سيتدخل هيردر، كانت، شيلينغ، فيشت، وأيضا هيجل هيجل له نص معروف عن المعرفة والإيمان يتحدث عن هذا النقاش ويدعم سبينوزا كغيره من المفكرين الذين كانوا ينتمون إلى هذا الطيار، طيار لاوفكليرونغ والعنوين الكبرى التي ستطبع هذه النقاشات هي أولا وحدة الوجود، ثانيا الفلسفة والإلحاد، على أقل الفلسفة والإلحاد وماد وحدة الوجود طبعا هاين سيدخل حينما سيكتب هذا الكتاب، سيعبد عن رأيه في هذه القضية من خلال كل ما قلناه مستثمرا كل ما قاله عن الدين وعن الذهنيات الشعبية الألمانية والمعتقدات الشعبية الألمانية عن الكوبولد وعن المبدأ بحدة الوجود إلى آخره وسيعتبر أن ألمانيا كانت دائما مهيئة لاستقبال الأفكار السبينوزية لأن مبدأ وحدة الوجود قائم في فكر سبينوزا، ولأن مبدأ وحدة الوجود كان دائما هو الدين ألمانيا الخفي لهذا ستجد سبينوزيا في الفلسفة أموليا ألمانيا ثربتها الخصبة وهذا هو موضوع هذا الكتاب اطلاقا من دراسة تاريخ الدين في ألمانيا كيف انتقلت المسيحية إلى الكاتوليكية الرومانية ثم بعد ذلك الإصلاح الديني وكيف من رحم الإصلاح الديني ظهرت لنا الفلسفة الألمانية تأمولية ثم أيضا من خلال ذراسة في الكتاب الثالث لن نتطرق إليه علاقة الفلسفة الألمانية بالطورة الفرنسية هو موضوع جد مهم أيضا إذن في الكتاب الأول لكي ألخص هو هذا الكتاب مقسم إلى ثلاث كتب الكتاب الأول يعالج تطور الدين في ألمانيا من فكرة المسيحية إلى الإصلاح الديني مرورا بمرحلة الكاتوليكية يعالج أيضا هذا الكتاب المعتقدات الشعبية الألمانية أو لنقل الطريقة التي حضر بها الدين داخل الذهنيات الشعبية الألمانية في الكتاب الثاني يتعمق هاين في أفكار وفي تدخل وفي طبيعة الإصلاح اللطري في بدايته منذ بدايته إلى مراحله الأخيرة وكيف ميز بدايته عن كما رأينا قبل قليل عن بدايات الإصلاح في فرنسا في الكتاب الثالث يعالج قضية التأثير الذي مارسته الطورة الفرنسية على المفكرين الألمان إذن ممكن القول أن سبينوزا كان حاضرا دائما في مشكلة الفلسفة التأملية الألمانية منذ عند ليسينغ، عند شيلينغ، عند فيشت، هيجل، موزس ميندلسون كل هؤلاء كانوا بمعنى من المعاني أو انطلقوا بمعنى من المعاني من أفكار سبينوزا عن الإتقاء وعن وحدة الوجود وعن كتاباته الناقضة لللاهوت والسياسة النقطة الثانية أيضا هو كيف كانت ألمانيا مهيئة لهذا الاستقبال أي استقبال أفكار سبينوزا لأن في ألمانيا كانت دائما تسود أو كان مبدأ وحدة الوجود هو الدين الخفي لألمانيا بهذا المعنى يكون سبينوزا قد وجد أكثر من أي بلد آخر وجد في ألمانيا خاصة في أوج تطور الفلسفة الألمانية التأمولية وجد ثربته الخصبة الآن سنرى في المحاضرات السابقة كيف سينطلق هيغل من المشكلات الأساسية التي وضع سبينوزا في العديد من كتاباته الطريقة التي سيتعامل بها كذلك هيغل مع اللهوت في مرحلته الشبابية هنا كذلك سندرس العديد خاصة العديد من كتابات هيغل أصل المسيحية وتطورها حياة يسوع إلى آخره وكتابات أخرى سنحاول فيها أن ندرس مشكلة اللهوت مشكلة السياسة ومشكلة التاريخ في كتابات هيغل الشاب بعدما انطلقنا من مشكلة السياسة واللهوت في كتابات سبينوزا أشكركم على الاستماع